منظمة صحة العالمية تعتري بهذا المرض يعني تصنف على أساس أنهم معروف سندروم دي بارناوت يعني معروف مصنف يعني كمراد لأنه علش مصنف كمراد لأنك كي في خسارة كبيرة وهذا ما سنصل له دكتورة خسارة كبيرة مادية يعني إنسانية أولاً عندك الناس في خيار ما في في المجهول كي يقبلوا لك في هذه المجتمعات كي يعملوا لك هذا العمل هذا اللي هو عويس وصعب وكي تحرقوا يعني من بعد كي يبدأ يحسوا بغا سبما كي يسوالوا كي يدخلوا في الاكتئاب وأحياناً الاكتئاب كي يدخلوا في شي عمل ما عنده علاقة مع التخصص ديالهم بابا كي يصبحوا في حال على الهامش أو لا كي يتوضعوا على الرف تماماً تماماً يعني الدولة عاد تكون الناس عندهم كفاءات ومهارات باش يخدموا في أحد المجال ولما يدخلهم أشي يطيحهم ويحترقوا وينسحبوا ويخرجوا ويبقوا ناس بدون ما عندهم شي الرغبة صحيح إذن من الوسائل الأولى لما كتختار شي واحد ما يقول لك شي أنا هاد الخدمة كان حما قليل يخصني يخدمها 24 ساعة غير ممكنة أنا أخصني الناس اللي يجيوا يخدموا اللي ينشطوا ويدخلوا ويلبسوا اللباس يلوم دل عمل ويقوموا ويصلوا لواحد الساعة يفصلوا ما بين الوقت ديال العمل والراحة خرجوا ويعيشوا حياتهم بما فيها الله ولا بما فيها هوايات ديالهم رياضة موسيقى ورياضة ولا الأصدقاء ديالهم للعائلة ديالهم يعملوا حياة علاش لأنك يكونوا توزعوا لعدة أماكن وبالتالي لما كيرجعوا المكان لأول ما كيشركوش الأشياء كتكون تنفيستخصان عتغفلهم باللي من حقهم لأن حين كنعالجوا شي واحد خصوا حلفوسحة أكيد حلفوسحة اللي هي نفسية ربما كتعملوا حد الفاصل ما بين المهني والشخصي طيب دكتورة نعكسات الآن نصل لنعكسات أكيد هذه المجموعة للأعراض أو التمظهورات كتعطي بالضرورة مجموعة من العكسات والتدعيات اللي كتأثر على الفرد على المرضودية ديال العمل حتى يعني على ربما المجتمع وجودة الحياة ككلهين لأن الاهتمام بهذا الموضوع لشي جاء جاء لما بدأ يلاحظ لأن خص البحث شنو اللي كيخلي باللي التواجد بزاف ديال الناس اللي تكلفوا يعني في السياقات في حال هدي بالمرضى أو متخلى عنهم أو إلى آخره والنتائج ما كتتحقق شي شنو كيوقع يعني شي حاجة مشي يالي كينا ناس حققين قلبهم 24 ساعة وما في العمل ومع ذلك ما كتعطيش النتيجة شنو كذلك من باب أخر على أن بحوتات صغلت مجموعة الأطفال اللي كانوا كيتبعوا هاد المساعدات في القمة لبعض دول عندهم المساعدات في أحد الشي متطور ومع ذلك لأن أي علاج أي مخطط كيخصو يكون ماشي معه الوقاية زي ما شيتكلف على شي أطفال في واحد الوضعية اللي هي صعبة في نفس البرنامج كيخصوك يكون عندك الجانب المهم هي الوقاية بش ما يجدوش يكتعو لك الزبائن من ديكشي لأن ما شيفيت ما انقدروشي إلا عندك تبع عشرة الأطفال العمل يجع عندك مئة الأطفال مئتين الأطفال معنى ديالها العمل ديالك غير مجد لن يتم استيعاب ربما الخاصة دياله الناس ميكونوش في مستوى انتظارات متطلبة دياله وإحنا كنا نعرفوها في الناس الصغر في الشباب لما كيبدوا يخدموا كيكون عندهم حماس وكيكون خصهم يتحققوا أي واحد النتيجة وخصك تعمل باش يحققوا ديك النتيجة من خلال المصاحبة ديالهم تعلموا من حقهم يقولوا حققت نتيجة